وان عشاق المتة عطر ووديو من البراند الفرنسي الجديد مي بيو هذا البراند بدأ هي السنة بدأ بخمس عطور تقريبا وصلني هذا العطر من لوجا من كم شهر هذا العطر هو اهداء لمحبين المتة العطر اعطانا ريحة المتة بجانبها العطري ريحة الخشبية العطرية اللي بيشربوا متة اكيد فهمني انا شو قصدي طعمة المتة او ريحة المتة كمان كفية ابعاد خشبية وفي ابعاد ترابية ولكن بشكل عطري بشكل اروماتيك جميل خاصة بهذا العطر هذا العطر قائم على اربع مكونات فقط ولكن اللاعب الرئيسي هو المتة العطار عبقول ان انا بدي اعطيك ريحة روح الخشب العمق تبع الخشب واختار المتة اللي تكون هي البطل اختيار مناسب تعطينا المتة ريحة اروماتيكية خشبية مع ابعاد ترابية ريحة جميلة العطر بيبدأ بستحية سبايسية من الفلفل الوردي قلب العطر بنشم ريحة المتة مع خشب الارز ريحة خشبية جميلة جدا في جانب انتعاش وخاصة بالمرحلة الاولى بسبب اضافة الزنجبيل مع الفلفل الوردي ولكن ريحة بشكل عام ريحة خشبية اروماتيك مع ابعاد ترابية مثل طعم المتة او ريحة المتة ممكن هي المكونات اللي ذكرتها تكون ذكرتكم بعطر نعم العطر بيشبه عطر ماتسوكيتا من كلايف كريستيان بستطولوا بالكم هذا العطر خشبي اكتر عطر ماتسوكيتا هيك ناعم في هيك ريحة مدخنة في ريحة اروماتيك طبعا ولكن في تنقلات جميلة هذا العطر اخذ الجانب الخشبي وخلاه مركز خلاه مكثف الخشب الموجود هون المستخدم مع المتة خشب الارز الخشب المستخدم ماتسوكيتا نوع مختلف هذا العطر اذا كان ماتسوكيتا للجنسين وهو كذلك هذا العطر بشوفه رجالي اكتر العطر كذلك اقوى على انه تركيزه تقريبا اودو بارفام ولكن من تجربتي البسيطة بشوف هذا العطر اقوى على انه قوي وعلا انه خشبي وعطاناها الريحة جميلة ولكنه قابل للاستخدام طول السنة عطر جوكر وصلني العطر من كم شهر تقريبا بالصيف استخدمته ارتديته كم مرة مثل مشايفين النقص ما كان عدي اي مشكلة كنت ارتديه للدوام اماكن مكيفة طبعا كنت ارتديه بالصيف ما كان عندي اي مشكلة فيه ما انزعجت منه العطر قوي ولكن غير مزعج عطر جوكر عطر رسمي يزبط معك للطلعات طلعات مع الاصحاب عطر جميل جدا للناس اللي حبت الدينية تبع ماتسوكيتا او عم يفكروا يشتروا العطر بنصحنا بتجربة هذا العطر اول هذا العطر بحجم 100 ملي اداء اقوى جودة عالية ريحة مركزة اكتر وبسعر اعتقد اقل من سعر ماتسوكيتا اللي بيجي 50 ملي منصحكم جربوا هذا البراند براند داخل بقوة افكار العطار جميلة هي افكار انت بتشوفها شوية وايلد او شوية جريئة ولكن العطار عبينفذها بشكل يكون سهل الارتداء وهذا شي يحسب له حتى علبة العطر شكله غريب لونه احمر ولكن واضح ان العطارك عنده افكارك جريئة وغريبة شوي البراند الفرنسي تريند حاليا اغلب البوتيكات عنا بالمنطقة وفروا عبسو قوله براند صراحة قادمة بقوة واستحق انا العطر وصلني من لوجة من اشهر اعتقده اول حد اوفر البراند صراحة دائما سباقين اللي بده اقتني عطر جديد عطر ريك خشبي جميل حتى للفترة القادمة الان اكيد رح يكون اداه اقوى افضل بالبرد منصحه صراحة بعطر ووديو او على الاقل يجرب العطر وعطور البراند تستحق الصراحة جودته عالية واداها ممتازة والختم قولولي شو رأيكم حبيتوا فكرة ريحة المتة بالعطر بتحبوا ريحة المتة بالعطور بشكل عام واكتبوا لي عن تجاربكم مع البراند اذا جربتم منه شي ولا تنسوا تدعمونا تدعم المحتوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته